اقترب اتحاد العاصمة من معانقة الذهب وتحقيق الحلم القاري بعد فوزه عشية الأحد بثنائية لهدف أمام نادي يونغ أفريكانز التنزاني في ذهب نهائي كاسل كاف ثنائية الاتحاد سجلها كل من أيمن محيوس في الدقيقة الثانية والثلاثين وعمريلي في الدقيقة الرابعة والثلاثين بذلك يقترب اتحاد العاصمة بهذا الفوز من تحقيق أول لقب قاري في تاريخه قبل مواجهة العودة يوم الثالث من جوان المقبل بملعب خمسة شويلية اشتركوا في القناة